تعمل مهندسة كيميائية مصرية شابة على تحويل المخلفات العضوية إلى غاز حيوي وسماد لهذا الهدف أقامت شايماء عمر مشروعها في محافظة الشرقية على بعد أكثر من 580 كم عن مسقط رأسها في محافظة سهاج فكرة المشروع قايمة على أن المخلفات العضوية دي لما بدخلها في خزان تحت عملية كيميائية عملية تخمر لا هوائي بتنتج لحاجة اسمها بايو جاز البايو جاز ده بديل للغاز الطبيعي نتج التحلل بتاع المخلفات العضوية داخل الخزان بيتحول لسماد عضو وقد تعني هذه العملية البسيطة نسبيا توفير وقود أرخص سعرا لكثير من المواطنين في أنحاء مصر كافة واجهت شايماء تحفظا من أسرتها في بداية المشروع إلا أنها أقنعتهم بمواصلة عملها الذي بدأ منذ أربع سنوات وهي الآن تأمل في تعميم مشروعها بجميع المحافظات طبعا أهلي في البداية كانوا معترضين جدا اللي هو زي أي حد في الدنيا طب أنت تمرمطي نفسك ليه يعني وأنت عندك ممكن تشتغلي في أي مكتب جنب البيت ليه تنزلي وتروحي وتعملي مشاريع وتخطري باللي أنت بتعملي ده في البداية كان المزارعون غير راغبين في التعامل مع شايماء لكن بعدما أقنعتهم بمزايا نظامها وفقوا على العمل معها فكرة كويسة وفكرة عشر على عشر بالنسبة للجنس الأخر بمشاركة المشروعات الصغيرة بالتنبيت المجتمع وتعمل شايماء حاليا في إنتاج البايوغاز في أكثر من 12 مدينة بأنحاء مصر وتوظف ثمانية مهندسين بالإضافة إلى عشرة مقاولين آخرين لمساعدتها في إنتاج الوقود والسماد ترجمة نانسي قنقر